ياabiون يوجدو بدعة حسنة وبدعة سيئة لا يوجد بدعcket حسنة بل ان بدعة كلها سيئة وهي ما أحدث في الدين إما ليس منه قال صلى الله عليه وسلم وإياك ومهدفات الأمور فإن كل بدعة ظلالة وكل غلالة هو ما تاخبر صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ظلالة ولم يستمن من بدعة شيئا وبين أن البدعة هي ما وحدث في الدين إما ليس منه وذلك في قول صلى الله عليه وسلم من أحدث في عملنا هذا ما ليس منه فهو رب على صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب فهذا هو البدعة وليس فيها شيء حسن كل ذو إذا في الدين وليس فيه إلا إلا ليس منه ولم يدل عليه دليل من تاب الله ولا من سنة رسوله فإنه سيئة وملا لحظة ليس هناك بدعة حسنة كما يقوله بعدهم بارك الله فيكم